الآن هذه الصور التي تريدنا حول وصول الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن الذي أيضا وصل في ساعة مبكرة من صباح اليوم لحضور قمة القاهرة الدولية للسلام تلك القمة التي ذكرنا أنه كان فخامة الرئيس عبد الفتاح أسيسي كان قد دعا إليها تنعقد طبعا وسط مشاركة دولية وأقليمية واسعة من ضمن المنظمات الدولية التي أعلنت عن حضورها للقمة هي طبعا منظمة الأمم المتحدة ممثلة في أمينها العام سيد أنتونيو جوتيريش الذي كان له أيضا كلمات مهمة من صباح اليوم من أمام معبر رفح متابعا وصول أو بداية تحرك القوافل الخاصة الغاثية للوصول إلى الداخل الفلسطيني نتابع هذه اللقطات لوصول الرئيس الفلسطيني لحضور قمة القاهرة للسلام المقررين عقادها غدا السابتة سيد أنتونيو جوتيريش كان له تصفحات غاية في الأهمية كان يتحدث عن أن القانون الإنساني الدولي